عرض ممثلوا القطاعات الصناعية والتجارية في محافظة الزرقاء في لقاء مع وزيرة الصناعة والتجارة والتموين أبرز المشاكل والتحديات أمامهم بهدف إيجاد خطة عمل واضحة تعمل على مساعدتهم وتخفيف الأضرار التي ترتبت عليهم جراء جائحة كورونا ممثلوا القطاعات الصناعية والتجارية في محافظة الزرقاء وضعوا التحديات التي تواجههم على طاولة الحكومة في لقاء جمعهم مع وزيرة الصناعة والتجارة والتموين لإيجاد حلول لها في وقت يبدأ الاقتصاد الأردني مرحلة التعافي من تداعيات الجائحة هناك ضرورة للتفكير خارج الصندوق لفتح أسواق جديدة أسواق غير تقليدية خاصة أنه اليوم نتحدث في اتفاقيات جديدة ممكن هناك السوق العراقي سوق مهم وحساس وهو من الأسواق المهمة للصناعيين الأردنيين أيضا الأسواق الأفريقية هناك توجه من الغرفة أيضا لإعادة إحياء التوجه للسوق الأفريقي يعني حكينا عن موضوع الصلاة الأفراح والبروتوكولات التي انوضعت لفتح هذه القطاعات يعني كانت صعبة وقاسية حكينا عن موضوع المطاعم والكوفي شبات حكينا عن موضوع الترخيص المحلات التجارية يعني اللي ما ترخصت فيه قطاع فيه عدد كبير من التجار ما رخصوا بسبب الجائحة وزيرة الصناعة والتجارة أعادت التأكيد على جديدة الوزارة في دعم القطاعين وبإجراءات تحد من مشكلات التصدير والأعمالة الوافدة والبنية التحتية القطاعات الصناعية والقطاعات التجارية مطالبها والتحديات التواجهة طبعا مختلفة فكان عندي لقاءات في غرفة صناعة الزرقاء ولقاءات أخرى في غرفة تجارة الزرقاء والهدف منها أننا نتعرف عن قرب بشكل أكبر على أي تحديات أو مشاكل بتواجه القطاعين فيما يخص القطاع الصناعي كان في حديث على كلف الإنتاج وارتفاع كلف الإنتاج والأليات الممكن أن نخفض فيها هذه الكلف على القطاع حتى تزيد من تنافسيته سواء في السوق المحلي أو في السوق الخارجي الاجتماع الذي تجاوز ثلاث ساعات حصل فيه ممثل القطاعات الصناعية والتجارية على وعود لحل مشاكلهم التي عمقتها الجائحة والتي ما زالت تداعياتها مستمرة دون تحديد موعد زمني لها محمد أبو علوان رؤية أبو علوان عمل باتار